مرحبا فيكم مجددا مشاهدين في الساعة الثانية من البرنامج الله يصبحكم بالخير فقرات ومواضيع متنوعة ولكن بداية رح نتحدث عن مهرجان جائزة فلسطين للتصوير الفوتوغرافي احنا ساعدين وفخرين جدا انه عندنا هذا الكم ايضا من المصورين الصحفيين اللي حققوا انجازات ليس فقط على الفلسطين على المستوى العربي ولكن على المستوى العالمي الصورة هي قوة بقصتها باللحظة والزمان والمكان اللي التقطت في هذه الصورة وراءها دائما هناك في جندي مجهول بالتقطة هذه الصورة وكثير من المصورين اللي عرضوا حياتهم أيضا للخطر وفي تحدي كبير للمصور الصحفي بس عندنا يكون معنا مصورين صحفيين اللي هم أيضا نالوا جوائز خلال مهرجان جائزة فلسطين للتصوير الفوتوغرافي عن محور الأسرة وهو المصور الصحفي موسى القواسمي الله يصبحك بالخير وأيضا ألف مبروك وأيضا عن محور الأطفال وهو أيمن نباني الله يصبحكم بزر أتمنى نهاركم كان سعيد وملئ بالتصوير إن شاء الله بداية تحكونا عن هذا المهرجان قديش مهم للمصور الصحفي الفلسطيني إنه هناك يكون فيه مؤسسات وهي وزارة الإعلام لجنة المهرجان وأيضا المركز الإعلامي الحكومي اللي بتهتم بالمصورين الصحفيين وبتفتح المجال أيضا لمصابقات لمثل هاي الأجواء اللي بتحفز المصورين هل كان هذا محفز المهرجان؟ طبعا أي مهرجان بصير محلي أو دولي خصوصا لما يطلبوا مشاركة فلسطين بيعطي حافزة كبيرة للمصور الفلسطيني لأنه الموضوع لنا ليس موضوع مادي الواحد ما بروح يصور لأجل الدخل المادي احنا بالأساس ننقر رسالة لدينا هدف كبير وعندنا قضية لازم تكون معروفة على مستوى العالم وللأسف كتير من شعب العالم تعرفهاش فلما يصير مهرجان زي هيك لما يصير فيه جوائز زي هيك المصور بحس بامتنان المصور بحس بالحوافز بيصير بده يقدم أكتر ويشارك أكتر ويوصل الصورة أكتر أيمن هل هذا فعلا ما شعرته بتجربتك في هذا المهرجان؟ صحيح يعني المهرجان جائزة فلسطين أنا فخور أن يكون في فلسطين مصابقة لجائزة فلسطين الصورة الفوتوغرافية وأنه فخور كمان تكون لجنة التحكيم من فلسطين ممكن صح كمان فيه محكمين كانوا من بره من الأردن المهرجانات يعني أولا بتعطينا دافع بتعطينا قوة إنه أنا كديش عملي مهم خاصة لما الواحد يفوز في صورة معينة بأخذ انطباع إنه كديش هاي صورته مهمة وكديش هاي صورته قوية خاصة لما يسمع تعليقات الناس على صورته إنه وين صورت هاي الصورة كيف هذول الناس عايشين بحس أنه أنا كمان رسالتي الإعلامية وصلت أنه معنات هاي الناس أنه أنا قدرت أوصلها من خلال هاي الصورة صحيح للماذا كان لهم فرصة كمان يشوفوا الصور بداية نبدأ من محور الأسرة والصورة اللي فازت لموسى خلينا نشوفها مع بعض على الشاشة ونحكي كمان أكثر عنها هذه هي صورة موسى الفازت موسى أنت مصور في وكالة رويترز الآن صحيح؟ صحيح وتحكي لنا قصة هذه الصورة الصورة مؤثرة قوية مش محتاجة أي تعليق يعني يعني الصورة قصتها كبيرة كتير لأنه أول إشي هي الصورة هاي شاركت في محور الأسرة لأنه هاي عملية اعتقال فتى يبلغ من العمر 17 عام والأهمية القصة المهمة وراء الصورة أنه هذه الصورة تقطت في يوم كان هناك مظاهرات لدعم الأسرة أثناء إضرابهم عن الطعام وتم اعتقال هذا الفتى في نفس اليوم فالقصة الموضوع المتكامل مجموعة الصور بتحكي عن الفلسطينيين بتظاهروا الدعم الأسرة وفي نفس اللحظة تم اعتقال هذا الفتى بطريقة وحشية زي ما أنتم شايفين يعني الفتى ما كان كان وصل الشارع الشلالة ما كان يرمي حجار طبعا اعتقلوا من خلال كانوا يعني كان في مجموعة من جنون متواجدين وكان في مجموعة من جنون متخبيين ظهروا مرة واحدة دفعوه على الأرض اعتقلوه بطريقة وحشية والتهموه بأنه لتخي عجار ونحبس 6 شهر يعني الفتى شفتها قبل فترة بسيطة بس فالصورة عن اعتقال الصورة فيون خاص للأسرة والفتى سأصبح أسير وشاركت عن محور للأسرة فهذه الصورة بتعني لإشي كبير بس قلت لي أنك شفت الفتى هل في صور اللي بتكون يعني مؤثرة بالنسبة أيضا تخلق علاقة ما بين الشخص اللي صورته والصورة نفسها في كتير من الأحيان نعم خصوصا يعني أكتر صورة مؤثرة للمصور الصحفي الفلسطيني هي عملية وداع أهل الشهيد للشهيد يعني إحنا لما نشوف الشهيد من صوره يعني الواحد بحزن بس الواحد فعلا بيكون يدوب ماسك أعصابه ويشوف أهل الشهيد وهم يودعون وهذا يعني من أصعب المواقف إلي كمصور صحفي لما أسمع فيه شهيد بحاول حتى إذا في إلي زميل صحفي من رويترز وموجود معي بخليه يروح يصور أهل الشهيد لأنه هذا موقف جدا صعب وهون كمان قدش صعب أنه المصور يتحكم بما أنه يكون هو جزء من الحدث هذا يعني له هو يعني هو يعني هو يعيش الحالة وبما أنه يلتقط الصورة بعد قدش فترة قدرت تكون أنت هذا الجندي الوراء الكاميرا مجزء من الحدث ولا في كل لحظة تصور الصورة بتعيش هاي الحالة كل صورة إسا وكل صورة عبارة عن ذكرى فكل صورة منعيش الحالة يعني وإن أحد مع الوقت بتعود بتصير فكره مهني أكتر لأنه عشان يطلع الصورة الأفضل تنقل القصة بشكل أفضل بس مع ذلك بتتم مشاعره وتتحكم فيه بعض أحياني أيمن أيمن صورتك من الأغبار الفلسطينية بنا نشوف صورة أيمن اللي كمان يعني يعني أمبارح كمان أنا بتفرج على مواقع تواصل اجتماعي سواء الصورتين والمحور جميحة المختلفة أخذت مساحة والأشخاص كمان عبروا عن إعجابهم وقصص الصور المختلفة نشوف صورة أيمن أيمن تحكي لنا عن صورتك الصورة أطفال بدرسوا بالأغوار يعني هي الصورة طبعا في أطفال فلسطينيين بتعلموا تحت أشعة الشمس في منطقة واد المالح في الأغوار الشمالية طبعا هي أنا ما كنت رايح أصور هاي الصورة أنا كنت رايح لقصة ثانية بس وأنا بالطريق انتبهت في أطفال بتعلموا فحكيت للشوفير وقف ونزلت بالبداية نزلت أول شي يعني ما تجرأت أن أحمل الكاميرا صورت ألف بين الأطفال وتطلع عليهم بالطلاب يعني حسيت أنه أنا مش كادرة أتحمل حرارة الشمس يعني في المنطقة هديكة فما بالك في طلاب صغار يعني أعمارهم ممكن خمس سنين ست سنين أو في أقل حتى عايش قادين هون وبتعلموا لأنه طبعا الاحتلال ممنوع يبنوا مدارس في الأغوار ممنوع يبنوا بيوت ممنوع يبنوا مساكن يعني كل عوامل الحياة ممنوعة في الأغوار صعب جدا يعني الحياة الفلسطينيين في الأغوار صعبة جدا هايه بعدين يعني بداية أنت ذكرت أنه أنت مكنتش رايح أصلا تصور الصورة هايه عين الصحفي اللي بتلطقت كمان الصور حتى لو هي مش الهدف نعرف أنه يعني بيعيشهم تحدي يومي ليكون في مدارس بهاي المناطق وهي مناطق تحت مسمى سي يعني صورة رائعة ووراءها كمان قصة رائعة يعني وللأسف إنها كمان يعني هايه صور أطفال لنا اللي بتاخد محور الأطفال الأطفال المفروض يلعبوا ويلاقي لهم صور أيضا تلطقت في بسمع وجوههم هم تحت أعشاعات الشمس بدرسوا صورة أيمن رائعة سؤالي إليك أيمن يعني واحد يكون بده يشارك مصابقة بيبدو يختار صورة عملية أنك تختار صورة يمكن عملية مش سهلة يعني خاصة المصور بيكون في كتير صور هوميال إلها حسب القصص كمان اللي عاشها كيف اخترت هاي الصورة؟ أولا كل مصابقة في إلها محاور معينة أحيانا في محاور أنا ممكن خلال تصوير وخلال عمل الميداني بكون حط الصورة بالأرشيف ومختاروا عارف إيش الصور اللي بدي أشارك فيها وفي صور لا يعني ممكن مثلا أول ما حاكم محور الطفولة أنا كنت عارف إيش الصور اللي عندي كنت عارف إيش الصور اللي ممكن أشارك فيها بس كمان إنه يعني ممكن مصابقة فلسطين كان مسموح لأشارك بثلث صور بس لو كان يعني عنده ثلث صور قوية شاركت فيها وثلاث من الغور بس لو كان ممكن صورة واحدة كان راح أحطار شوي يعني مين الصورة؟ بس أنا كمان اخترت هاي الصورة لأنه فيها تحكي عن تفاصيل حياة الفلسطينيين اليومية في منطقة الأغوار وبتأكيد وبتأكيد بالنسبة لإختيار الصور بشكل عام سواء كانت لمسابقات سواء كانت لحطة النشر يعني أنا بختار الصورة بناء على معيارين اتنين أول معيار اللي هي القصة اللي بتوصلها الصورة هالي هذا معيار مهم طبعاً إنه صورة بتحكي ألف كلمة فبكون عندي مجموعة من الصور طبعاً الصورة الأقوى في القصة هي اللي خلص بحط عليها الملاحظة هذا المعيار الثاني المهم أنه في عملية اختيار الصور فيه اللي هو قواعد تكوين الصورة فالصورة بحاول أتقطها بقواعد معينة قواعد عنمية للتصوير وبختار على بناءاً عليها أني الصورة بتكون مطابقة أفضل للقواعد هاي وطبعاً أي مصور في الدنيا خصوصاً المصور الصحفي إذا قدر يجمع بين القواعد التكوين الفنية ورسالة الصورة بكون يعني يوصل لمرحلة الإبداع وإن شاء الله من الصلحة إن شاء الله ويعني واضح أنه أنتم بتأكيد على الطريق وهاي كمان المحفزات كاميرات الله يصبحكم بالخير زارت مهرجان جائزة فلسطين لتصوير الفوتوغرافي خلينا نروح نشوفه مع بعض وراجعين الصورة بألف كلمة هذا ما آمن به منظمو هذه المسابقة للتصوير الفوتوغرافي التي تقام للسنة الثانية على التوالي بدعم من وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين هذه المسابقة هي الأولى من نوعها على المستوى الفلسطيني وهدفها الأول دعم المصورين الشباب والمحترفين أيضا المصور الفلسطيني بشكل عام هو استطاع أن يحصل على أهم الجوائز في الصحات العالمية وكذلك كان من الأجدر أن يكون هناك في جائزة أو مؤسسة تهتم بالمصور الفلسطيني لذلك تم الاجتهاد لإنشاء مثل هذه الجائزة وهذه هي النسخة الثانية في السنة الثانية لهذه الجائزة وسيتكون إن شاء الله هذه الجائزة طبعا هي جائزة ليست جائزة محلية فقط ولكن هي محلية ودولية والسنة القادمة ستكون النسخة الثالثة ونأمل أن تكون هذه الجائزة بمثابة أهم الجوائز العالمية في أسنوات القليل القادمة المصابقة مقسمة إلى محاور وعلى أساسها تمت المشاركة من المصورين فهناك محور الطفولة والقدس والأسرة والمحور العربي والدولي أيضا وفي كل محور فاز مصور هؤلاء المصورين الذين فازوا بالجوائز بدت الفرحة على وجوههم عارمة لأهمية هذه الجائزة لهم هو شعور حلو كثير أن الواحد يفوز بجائزة زي هيك نعم مستوى فلسطين ومستوى الدولي كمان أنه كثير البعض يدفعها وتقدم الواحد يصور صور لسه أفضل وأحسن من هيك أنه يورج العالم كدش هي القدس حلوة وكدش أنه لازم يكون معتين فيها بكل محاورها ووصل عدد المشاركين في هذه المصابقة هذا العام إلى ما يقارب 250 مشاركة من داخل وخارج فلسطين وهذا ما ميز المصابقة هذا العام إذ أنها استقبلت مشاركات من خارج فلسطين ويأمل منظمون المسابقة أن يتسع نطاق هذه المسابقة وأن تصبح مسابقة دولية تقام على أرض فلسطينية نوردي مرزوق الفلسطينية أكيد كمان بنبارك لكل اللي يفازوا في المحاور المختلفة ولكل المشاركين يمكن مش فقط الفائزين هم اللي قدموا أجمل ما عندهم أكيد كمان هناك كان في مشاركين وصور رائعة فلكل المشاركين في هذا المهرجان أكيد بنقولهم ألف ألف مبروك يعني كنا عم تناقش تحت الهوى وواضح أيما أنه كمان صورة الأغوار تركت أثر يعني وأنت كمان يمكن حابب تطرح القضية وأمدأ تريدك لك المجال تحكي عن الصورة أنا بدي أحكي أنه هذول الأطفال كانوا يتعلموا مكان الروضة خلف الروضة على الجبل من فوق فيه مستعمرة مستعمرة مسكيوت وفي الأمام فيه أهم معسكرات الجيش الإسرائيلي فشوف مدى إصرار هذول الأطفال ومدى إصرار أهلنا في الأغوار كمان يعني على الحياة رغم كل ما بوجهه من معاناة ومن مرارة الحياة هنا أتمنى يعني المصور الصحفي هو بدور يلتقط هذه الصورة وكمان وسائل الإعلام المختلفة المتلفزة المسموعة دورها كمان تصل الصدوء على هذه القضايا التي بتلتقط هذه الصور بشكل سريع شكرا لك أيما كمان على هذه الإضافة وأيضا بالنهاية سؤالي الأخير لإلك موسى وأنت بتشتغلها في وكالة دولية هي وكالة رويترز وكان عندك أكيد تجارب محلية هل الفرق كبير بين حماية الصحفي المصور في وكالة دولية ومحلية؟ طبعا هذا إشي أكيد المصور الفلسطيني في شكل عام يعاني سواء كان يشتغلها المحلي أو الأجنبي لكن المصور في الوكالات الأجنبية بتمتع بنوع من الحماية طبعا حسب تعليمات بمشي عليها تعليمات صارمة بارح وردنا من نقابة الصحفيين أنه في مشروع إعلان توجه في الأمم المتحدة لمطالبة إسرائيل بيعطاء حق التحرك للمصور الفلسطيني مشروع جدي وإن شاء الله خلال الأشهر القادمة رح نلمس على الأرض هذا إن شاء الله يعني زي ما بقولوا إيد بإيد ويمكن صورة عصورة هون ممكن هذا يخلق فرق شكرا لكم كتير نحكي لكم ألف ببروك شكرا عوجودكم معانا اليوم من داخل الاستوديو مشاهدينا رح نتقل إلى جولة في دول عربية مختلفة بفقرة بانوراما ورجعين كمال فقراتنا خليكم معنا شكرا لكم